ظاهرة الاتجار بالبشر واحدة من المشاكل التي يكتب بها العراق بعد عام 2003 حيث تديرها عصابات مرتبطة بقوى العملية السياسية وميليشياتها الأمر الذي يوفر حصانة ومظلة لهذه العصابات لممارسة نشاطها فالمحسوبية تحمي أولئك المجرمين والقانون عاجز عن ملاحقتهم تفاقم الظاهرة الاتجار بالبشر بعد سنوات من الصراعات السياسية والحروب التي مر بها العراق والتي خلقت مشاكل اقتصادية خانقة أدت إلى ارتفاع حالات الفقر بين السكان ليضطر قسم منهم لبيع أعضائهم البشرية للتخفيف من معاناتهم المعيشية المأساوية المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر المرصد كشف مؤخرا عن إحصائيات خطيرة بين أعوام 2019 و2022 حيث أكد وجود أكثر من 40 عصابة تمارس الانتهاكات وتستغل الشريحة الفقيرة من المجتمع وتستدرجهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق كثيرة شمال ووسط وجنوبي البلاد المرصد بيّن أن معظم شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية تستدرج الضحايا وتسرق أعضاءهم أو تشتريها بأثمان بخسة ثم تبيعها لأصحاب الأموال من التجار والمشاهير وتتم العملية في بعض المستشفيات المختصة بعمليات زرع الأعضاء وتعترف الجهات الأمنية الحكومية بوجود سماسرة كبار ينتمون لميليشيات ويقومون بعمليات الاتجار بالأعضاء البشرية وبالبشر على حد سواء بعد استمالة الفقراء واستغلالهم بأبشع الطرق لبيع أعضائهم البشرية خارج العراق في ظل غياب واضح لدور القضاء فغياب المحاسبة يضمن تدخل متنفذي الأحزاب لإطلاق سراح المتورطين الموقوفين بجرائم الاتجار بالبشر رغم اعتراف الجنات بجرائمهم وتعزو تقارير حقوقية محلية ودولية اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق إلى انتشار الفقر والبطالة والتفكك الأسري وضعف الأمن مقابل قوة الميليشيات التي تدعم شبكات الاتجار بالبشر محققة أموال طائلة